سيدة ثرية في الثلاثين من عمرها وهي مطلقة بسبب حدتها وتعاليها على زوجها في صباح أحد الأيام استقلت سيارتها الفارهة وتوقفت أمام بائعة بيض وجبن فقيرة وسألتها بكم تبيع البيضة فأجابتها البائعة جنيه للبيضة الواحدة يا سيدتي فقالت لها بغرور أخذ عشر بيضات بثمانية جنيهات أو أرحل فأجابتها البائعة خذي كما أردتي عسى الله أن يفرج عنا فأخذت السيدة البيض وهي تشعر بالنصر ثم ركبت سيارتها الفارهة وانطلقت لتمر على صديقتها كي تصحبها معها إلى أحد المطاعم وبالمطعم طلبت ما طاب لها هي وصديقتها وقد أكلت وصديقتها القليل وتركتها الكثير وعندما جاءها العامل بفاتورة الحساب وجدتها بمائتين وثلاثين جنيها فأخرجت مائتين وخمسين جنيها وذهبت لصاحب المطعم وقالت له الباقي لكم ثم تركت صديقتها واستقلت سيارتها وسارت على الخط السريع وفجأة تعطلت سيارتها فنزلت ولوحت بيدها للسيارات المسرعة لكن لم يقف أحد لها وبعد وقت طويل توقفت سيارة قديمة الصنع يقودها شاب بسيط فنظرت إليه وإلى السيارة وترددت هل تصعد أم لا؟ ظن منها بأن كل من يراها سيعلم بثرائها ويطمع فيها ولكنها صعدت بعدما استمعت القرآن الكريم من تسجيل السيارة وفي الطريق سألت الشاب عن اسمه وعمله فأخبرها وعلمت أنه جامعي ويعمل سائق أجر فاطمأنت قليلا وعندما وجدت الشاب مؤدبا ولم يلتفت إليها لحظة واحدة عاتبت نفسها فيما بينها وأنبت ضميرها لسوء ظنها وقررت أن تعطيه كل ما سيطلب من الأجر وفي الطريق استأذن الشاب من السيدة وتوقف عند بائع ذرى عجوز وأخذ بعض الذرى ثم أعطاه مبلغا أكبر بكثير من ثمن ما أخذ فقالت له السيدة لقد دفعت أضعاف ثمن ما أخذت ابتسم الشاب وقال لها يا سيدتي هذا رجل فقير وقد تعلمت من أبي هذا الصنيع فقد كان يشتري من بضائع البسطاء بأغلى الأثمان رغم أنه لا يحتاجها وعندما عبرت له عن انزعاجي وأنا صغير قال لي يا بني هذه صدقة مغلفة بالعزة لن تكلفنا الكثير ولكنها ستسعد المحتاج كثيرا شعرت السيدة بحزن شديد على ما فعلته مع البائعة الفقيرة وبالقرب من منزلها طلبت النزول وقالت للسائق كم حسابك فقال لها لا شيء أجرت أن تفعل الخير مع من تجديه دخلت السيدة بيتها وهي في ذهول ثم أخذت مبلغا كبيرا من المال وذهبت إلى بائعة البيض وهي تتمنى أن تجدها وبالفعل عندما وجدتها أعطتها كل ما معها فلم تصدق البائعة ما ترى فقالت للسيدة وهي تبكي الحمد لله الآن سأذهب إلى بيتي أستطيع الآن أن أحضر العلاج لابنة المريضة شعرت السيدة بسعادة لم تشعر بها من قبل وفي صباح اليوم التالي فوجئت بطليقها يأتي لها ومعه ابنهما الذي منعها من رؤيته بسبب سوء تعاملها معه وإهانتها له وقال لها سأترك لك ابنك وسأغادر البلاد وأتمنى أن أعود بعدما أصبح ثريا مثلك حتى لا تعيريني أو تعايري ولدي فيما بعد بأن والده من البسطاء الفقراء لم تترك السيدة طليقها يرحل بل طلبت منه أن يعيدها إلى عصمته ومنذ ذلك اليوم وهي تتعاطف مع البسطاء بعدما عادت إلى الله وبدأت تصلي وتقرأ القرآن وتستغفر الله على ما كان منها ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر